أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نقوم بحل مشكلة رسالة الخطأ التي ظهرت قدامي أثناء تثبيت ويندوز أنا حارق الويندوز على فلاش ميموري عندي فلاشة حارق عليها الويندوز ومحروق بشكل صحيح إما عن طريق برنامج الباور آيزو أو عن طريق برنامج الرافوس بغض النظر محروق بشكل صحيح الويندوز وهلأ أثبته على هذا الكمبيوتر وأنا أثبت الويندوز واخترت الفلاشة اللي بدي ثبت من الويندوز ظهرت عندي هالرسالة هاي اللي عم تقول أنه أنه عندك عندك ملفات مفقودة أو ملفات تثبيت مفقودة من داخل الفلاشة شو طريقة حل هذه المشكلة هاي خليكم معي قبل ما نبلش الفيديو يا شباب ياريد تدعمونا بالإعجاب وتشاهدوا الفيديو للنهاية لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة ياريد تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد بعالم صيانة الحواسب عندكم أي سؤال عن مشاكل تثبيت الويندوز تركوا ليها بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو عندي ملفات مفقودة ملفات تثبيت ويندوز مفقودة من داخل الفلاشة علما أني حرق بشكل صحيح تمام شباب على هذا اللابتوب طلعت هاي رسالة طبعا مو شرط تطلع على كل اللابتوبات ولكن بهذا اللابتوب طلعت هاي رسالة شو ما بعمل براوز مثلا ما بيطالع علي الفلاشة ما بيلاقي ما بيلاقي إلا سيدي روم مثلا بعمل ري سكان بنفروض بدور بيطالع علي رسالة تانية اللي أني ما لقيت شيء أو ما لقيت أي أقراص أو أي شيء لحتى تثبيت عن طريق الويندوز طيب شو الحل؟ الطريقة بسيطة جدا وهي على الشكل التالي بعمل موافق وبعمل خروج كليا من التثبيت طيب برجع للبداية وهلا رح أخرج نهائيا من تثبيت الويندوز ورح أعيد تشغيل اللابتوب اللي بين إيدي ودخل للبيوز طبعا ملاحظة اللابتوب اللي بين إيدي هو لابتوب لينوفو وهو طريقة معينة بالدخول عن طريق الـ FN والـ F2 غير لابتوبات عن طريق الـ F2 لحالة أو عن طريق الـ Skip كل لابتوب له طريقة وطبعا هذا الشيء ذاكرينه بكتير فيديوهات عننا على القناة طريقة الدخول إلى البيوز الخاصة بلابتوب كذا تمام؟ في كل تبحثوا عنها بداخل قناتنا إذن أنا هلأ رح أخرج وروح على البيوز الخاصة بهذا اللابتوب اللي هي FN مع F2 تمام شباب دخلت للبيوز كل ما عليك أنك تنتقل عند الـ Configuration تمام؟ ونروح لعند USB Mode هذا الكلام بكل اللابتوبات مو بس بلابتوب اللينوفو أي لابتوب حديث عم تنزل عليك ويندوز سبعة أو ويندوز عشرة عن طريق فلاش ميموري وظهرت الرسالة اللي شفناها قبل شوي كل ما عليك أنه تفوت لعند الـ USB Mode وين ما لقيتها بأي تبويب وتحطها USB 2 بدال USB 3 انتبهت لها USB 3 تقلبها USB 2 تمام؟ علما أني حاطت أنا الفلاشة للملاحظة الفلاشة اللي حاطتها حاطت على مدخل USB 2 ما لي حاطت على USB 3 ولكن ظهرت الرسالة بعد ما خلصت بعمل حفظ للبيوس عن طريق الضغط على الـ F10 أو Fn مع الـ F10 طبعا على حسب اللابتوب وبنعمل هيك وبعدين بنرجع للإقلاع باختار الفلاشة هي الساندسك وهلا بكمل خطوات تثبيت ويندوز المعتادة بعد اختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وبقول له انستول منلاحظ انه اكتمال الخطوات بلش يكتمل معنا هي رح اختار ويندوز 64 مثلا وبقول له انه انا موافق على الشروط ومنلاحظ انه اكتملت الأمور وما ظهرت عندي هذه الرسالة اللي ارجيناكم ياها قبل شوي ولكني وصلت لعند الأقراص الصلبة اللي بدي فرمتها وثبيت ويندوز جديد شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية